السلام عليكم و باتي ان شاء الله تكونوا بخير و ان شاء الله هالفيديو التاليوم تلككم كامل بخير و مهنيين ان شاء الله اشترككم اليوم فيديو جديد وصفات جديدة تحليت جديدة ان شاء الله رح نلأعجبكم تحليت جيد بزف بنينا وسهلة رح نشارك معكم كم ايضا لشرب القهوة رح نشارك معكم ان شاء الله كم مقشوفوا في الفيديو راح نشارك معكم تحلية رمضانية جي بزيف سهلة بمكونة جد بسيطة سهلة بل بزيف وبنينا بل بزيف وان شاء الله راح نشارك معكم تحلية اه تخت تاع الشوكولة جي سهلة مهلا بكونة بسيطة ونشارك معكم ايضا لمسمة اللي كنت وعدكم اني نديرو لكم ان شاء الله لكن يوم في الفيديو تاع اليوم راح نديرو لتخت وشوكولة ومع الوصفة تاع الكخام كغميل ان شاء الله بوصفات جد رائعة ان شاء الله راح ننعجبكم قبل ما نبدأو في الفيديو تاع اليوم اليوم راح نديرو معكم الوصفة تاع الاتخت وشوكولة والفيديو الجي ان شاء الله راح نديركم لمسمة ونديركم تحلية رمضانية سهلة سهلة وبسيطة مكونة جد بسيطة مطفرة عندك في المنزل وبنتها ما شاء الله تحلية بالقفرات اه كيما كتشوفو اه اليوم ان شاء الله راح نتشاركوا مع بعض ندير معكم الوصفة تاع الاتخت وشوكولة نبدأو بسم الله على بركة الله في الفيديو تاع اليوم اه قبل ما نبدأو في الفيديو تاع اليوم راح نحب جميع مشتركات الجدد في القناة نقولكم اهلا سهلة بكم في قناتي ان شاء الله تكون القناتي عند حص من ظنكم وتنان اعجابكم ونشكر بزيف مشتركاتي على تعليقاتكم مشاهداتكم ولايكاتكم شكرا شكرا جزيلا وهيا نبدأو بسم الله على بركة الله في الفيديو تاع اليوم هنا يا راح نبدأ ندير لا تختاعي هنا يا لا بات مخدمتها شريتها ووجدة راح نحط لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف تاع تحضير لا بات هنا شريت بات سابلي ولا بات سابلي ووجدة درتها في المول تاعد مليح لا بس لاني نديرها فقط اني نخدمها بالموس والا بالفرشيطة والنحقي الجوانب بنحاولو نحبي الجوانب الزائداء من خلي بابي كويسه هذه دخلوها للفرن مسخن مقبل على درجة 180 درجة دخلوها وخلوها حتى تاخذ لون ذهب خفيف ونحيوها ان شاء الله اما بالنسبة للكريمة وش نحتاجه ونحتاجه مكونات بسيطة كما ركو تشوفو اديت في طاوة نحطو كاس تاعتين معمر من ملح حليب وكاس تقريبا معمر بلاك خام خاش كما تشوفو نحطوهم في كاس خال في طاوة ورح نسخنوهم مع تقريبا 12 قرام تا زبدة كما كنت شوفو نسخنهم جيدا على فوق النار خليهم حتى نهزو الغلية وذبنا هذيك الزبدة كما كنت شوفو اني خرجت الخلش لا تخطعي بعد اللي بدا تدون ذهب يخفيف كما ركو تشوفو حتى نخرجوا لا تخطعنا ام الفورن وباش نبداو نخدموا يعني الشوكولاتي الكريمة نحطوها على جناب وخليوا الفورن سكروا وخليوا هم شاعل ما تطفيواش هنايا نجيبو نبداو نخدمو نديرو ديت 100 قرام شوكولة نواق ديت تقريبا 80 قرام ولا تقدروا ديرو يعني 100 قرام شوكولة نواق 100 قرام شوكولة تاع الحليب حلدها والزبدة تاعي والحليب هذو كرا هم يصخنوا كما قلتكم دينا 100 قرام 200 قرام شوكولة مياه تديو مياه نواق ومياه بالحليب هنا كما كنت شوفو الحليب تاعنا ره سخن تخلي واحدا يعني يغلي يوصل الدرس الغنيين راح نذوبوا به الشوكولة تعنا فرغوا بشوي الحليب على خضرتين والثلاثة ونذوبوا الشوكولة تعنا حتى نذوب تماما بعد اللي اضب لكم الشوكولة مليح نضيفوا البيض عنا نضيفوا البيضتين بدرجة حرارة للمطبخ نضيفوهم بالوحدة ونخلطو الخليط جيدا تعنا ونبعدا نضيفو قيس ملافاني باش تنحينا يعني تغلبنا على الرائحة تعال البيض ونخلطو المكونات كامل مع بعض خلطو كلش مع بعض مليح كما تشوفو الكيك اللابة تعنا ونراجعوها للفرن بعد اللي مزجنا المكونات كامل مع بعض خليط تعناء راه الجانس ونفرغوه فوق اللابات سابلي ولا لابات ابغيتي تعناء بعد اللي طيبناها في الفرن ورا يخذتنا لون ذهبي بعد اللي تفرغو تقدر يعني ديرو طبقة ملتحت تعال البنين تعال البنين ديرو طبقة ملتحت وبعدها تفرغو شوكولة جي احسن انا يعني مع الشغل بزيو هذك يعني تخلطت لي ولي تقدرتها من الفوق مع يعني جي مليحة مع الكغامل كخان كغامل كما تقدروا ديروها ملتحت طبقة وبعدها تفرغو شوكولة بعد اللي فرغنا شوكولة ندخلو هالفرن اللي كنا سحلينه شيء على الى 170 دراجة ندخلوه راه سخون راه مسكر تحلي تحطي الكيكة تاعك وتطفي مباشرة تطفي الفرن وتسكري الباب وتخليه حتى يبرد تامع من الفرن تاعك والكيكة ولا تختعنا راهي الداخل هكذا راح يجمدنا البيض بهذيك الحرارة تاع الفرن الان راح نمرو باش نجهزو الوصفة تاع الكغامل كما تشوفوني بديت كيس يرفض لي تقريبا 600 جرام ان ديتس محت 140 جرام تاع سكر ضبت لهم نصف حبة تاع ليمون ذاتي واحد زوج مغارف كبار تاع ليمون وما تحركوش سكر تاعكم خليو هاكذا كما تقدروو ضيفولو زوج ملعقة تعمة بلا ما تحركوه احركو هاكذا فقط متحركوش بالملعقة وخليوه على نار هاد احتى يذوب بالسكر هذك تماما ولي على شكل كغامل كما راكم تشوفو يذوب السكر تماما ويبدأ يعني يدير واحد الدخان هاكذا احنا تعرفو بلا راه دابلكم السكر هلا راه داخل يعني ياخذ اللون ذهبي جميل بل بزيف تخليوش حتى يتحركو ياخذ المرارة هذيك ما يجيكم شملح فقط يكون بهذا اللون العسلي الجميل ام بعدا نضيفولو بعد كي يضيفو السكر خلاص اضيفو حفوا بعد اللي يضيفو السكر خلاص ضيفولو ملعقة تاع زبدة كما تشوفو نضوبوها مع السكر تاعنا ملح كما تشوفو نحركو جيدا ام بعدا راح كما تشوفو راح يشكل انه هاذ الفقاعت ام بعد راح نضيفو نضيفو الفلون كغامل اذا حبيتو اذا حبيتو يعني الكغامل ساعكم يجيكم عاقدة ديروا غر فقط كأس فقط من الكغامل واذا بغيتوها تجيكم خفيفة كما درسانية ديروا زوجكيسين تاع فلون كغامل خلطوهم مع السكر هاذا كما تشوفو راح يذوب مباشرة كتفرغوها راح يذوب وبعدا خلوه يرفض الغالية فقط هي غالية فريدة اولا زوج غالية تنحيوه يكون جاهز لك غاملتانا ان شاء الله كما تشوفو راح ماء سائل لكن كرح يبرد راح يجمد انا يعني درتها سائلة مدرتهاش جامدة بل بزيف كما قلتوكم اذا بغيتوها نجيكم جامدة ضيفو فقط كبوتا فلون كغامل غير واحد انا كمشتوني درت الزوج لاني حبيتها جي سائلة اني فقط راح نزين بيها نيا بعد اللي بردت لي الكيكة الشوكولاتي عيه بردت طفيت هي كما قلتوكم طفيت عليها الفرن وخليتها في وسط الفرن هذك حتى تماما حتى نحبس وبرد وخليتها حتى خرشتها وخليتها على جنب حتى بردت جيدا وجمدت لي الشوكولات هذيك بعد يعني تخرجوها من الفرن حتى قعد شوية شوكولات دائبة لكن كي تبرد راح تجمد تماما وبعدها هنا يجب تحبات ضوائر رقيقة كما كنت شوفو حطيتها زي انت بيها الوجه للطخط التاعي وبعدها فرغت لكخام كغامل ذاعي بعد اللي بردت تماما فرغتها من الفوق الجي رائعة جي ما شاء الله هذ الكيكة خاصة اللي يحبه ذوق الكرامل والشوكولات جي هيلة كما قلت لكم تقدرو تديرو البنن من التحت قبل ما تديرو الشوكولات وتدخلوه للفرن وملفوق تزينوها غرب شوية كمغامل ولا تخليوها هكذا يعني هذ الكغامل يعني هذ الكغامل درتها زيادة يعني بتعطيب النطع الكغامل اذا ما بغيتوش ديروها سامبل عادي ديروها غرب شوكولاتة ما تزيدوش هذ الاضافات لكن هذ الاضافات راح تخليها جي مختلفة بعض الشي فهلا هذا هو الفيديو تعناه لنهار اليوم وهذا يعني لنسقت طاولة للقوتي راح نشارك معاكم الوصفات الاخرى ان شاء الله والهي في البلاه هذة بتاع 3 طبقات درت هذك المسمى اللي كنت شاركت معاكم اللي بنية والقاطو اه وايضا منها حطيت اللي مسمى شاركتو معا يعني راح نوري لكم شاركتو وحطيت شوية مكسرات شوية جوية كما كنت شوفو مائدة لشرب القوتي ان شاء الله راح نشارك معاكم الوصفات الاخرى بالاخر ما عليها غنقولكم اذا عجبكم الفيديو ما تسبش ديرو لي جمع الفيديو اترككم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة شكرا